اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ فيروز فيديو النهاردة هقدم فيه الاكلة الشعبية المصرية القصيلة وهي محش الكرومب في الفيديو ده هقدم ليكم طريقة التقطيع واللف والتسوية كمان وازدين نعمل شربة حلوة جدا تكون غنية كده تدينا طعم اغنى والبهارات المزبوطة والسوى المزبوط كمان هيبقى نفلفل كده وحلو ومش هتلاقوا طعم احلى من كده بس قبل مبدأ فيديو النهاردة بفكركم اذا مش مشتركين في القناة والاستجداد انزلوا تحت الفيديو واشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصليكم اشعار بكل جديد وما تنسوش تعملولي لايك يلا نبدأ اول حاجة معايا دلوقتي الكرومبا انا جايبا حجم صغير كده كل واحد بيجيب على الحجم اللي ينزب شايفين؟ كلها كده مليانة مش مفرغة لما نيجي نغبط عليها نلاقيها كده مليانة مش مفرغة من جو باجي كده عند الجزء اللي فوق ده وبديله تقويرها كده بالشكل ده داير ما يدور لتحت بدوران عشان عايزة اشيله لو شلت الجزء ده هيسهل علي ان الورق كله يقع كده لوحده بسهولة خلاص كده بيبدأ ان انا اخد ورقة ورقة واشيلها كده بالشكل ده مجرد ما شلت الجزء اللي فوق ده خلاص بتتقطع معايا بمنتهى سهولة خلاص كده انا قطعت الكرومبا من غير ولا ورق يتقطع معايا ولا يتبهد الخالص ويتكسر اخر حاجة هتتبقى معايا اللي هي زي بتبقى جوه كده تبقى زي كرومباية صغيرة مش الوزة اللي بنقول عليها لا يعني بقيت الكرومبا كده بقى حجم صغير كده هنزلها زي ما هي وهتلقها كده ودلوقتي في حل على النار هحط معلقة من الملح ومعلقة من الكمون هنزل بورق الكرومبا عندي ومجرد ما هلاقي لونه كده افتح وبقى طاري معايا هبدأ ان انا اطلع الورق كله وجنبي مصفى كده على الجنبي قريبا مني من الحلة وتعطيها طبق كده وهطلع كل الورق اللي هسلقه ما باسبهوش كتير عشان ما يتهريش معايا انا بحب الورق اللي اغدر جدا مش باستغنع عنه اذا انتو حابين تتخلصوا منه براحتكم بس انا بحبه جدا بحطه في النص كده خلاص كده خلصت سلق الكرومب هوريكم ازدائنا الطعام باجيب الورق كده بالشكل ده وباجيب المقص وبتخلص من العرق اللي بيكون ناشف ورا ده وبركنه على جنب في طبق عشان هحتاجه في القعدة بتاعت الحلة عشان هحشي عليها وبقطع بقى بالحجم اللي يناسب كل حد بيحب كبير صغير وسط انا بحب الحجم ده بيكون مناسب جدا بستكينة بقى او بالمقص انا المقص بالنسبالي بيكون سهل عليها في حاجات كتير جدا بلف كده وحاول ان انا اخد كله يكون حجم واحد او بستكينة كده طريقة سهلة جدا ومش محتاجة بقى كده باخد واحدة واحدة بتبقى عاملة زي الرول كده وقطعه كله الحجم اللي انا هلف بيه وستخدمه دي الطريقة اللي انا بفضله ان انا اجهز كله كده بالشكل ده واخد بقى بعد كده بمنتهز طهولة واللف وفيه ناس بقى بتاخد رول كده وتلف وتقطعه انا مش بحب الطريقة دي انا بحب الطريقة ان انا اكون محضرة كله قدامي دلوقتي هحضر معاكم الخلطة فحل على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة وعليهم معلقة كبيرة من الزيت ومعايا بصلتين كبار مفرومين المحشي طبعا بيحب البصل جدا وهنزل البصل عندي وهقلف فيها كده على ما تدبل عايزاها تدبل بس مش عايزاها تاخد لون وتتحرق خلاص كده بعد ما اخدت لون معايا حلو جدا ومزبوط بس كده دخل على اللون كده اللي هو يدب دهبي مش واخد لون محمر خالص لا دهبي هنزل عليه بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم او السلسة بتدي لون حلو كده للسلسة وطعم حلو برده بجانب طبعا عصير الطماطم ده اساسي وعليهم هضيف نص كيلو من عصير الطماطم بعصوره باقل كمية مية مش بصفيه خالص يعني بحط النص كيلو كله في الخلاط يدب مثلا ربع كباية مية وعليهم هضيف نص معلقة من السكر وبعد كده هقلبهم وهبدأ اضيف دلوقتي جزء من البهارات اللي هستخدمها في الخلطة الكاملة يعني جزء على النار والجزء الباقي بعد ما الخلطة تجهز هضيف ربع معلقة من الملح وعليهم ربع معلقة من الفلفل الاصمر والكمون والكسبرة المطحون بس كده وهسيبهم بقى دلوقتي على النار على ما الصلصة تتقل معي وتاخد لون كده المحمر ده وتكون تقيلة شوية وهوريكم ازاي الكوان بتاعها هيكون عامل ازاي على ما هي تتسبك على جنب هوريكم ازاي بقى نحضر شربة حلوة جدا عشان نسقي بيها المحشي في حل على النار حطيت نص معلقة من السمنة وعليها بصلة مقطعة اربعة والحبهان المطحون والورق لوري وهقلبهم كويس مع بعض كده اول ما هشم ريحة البهارات عندي ومتصفية جدا من المياه هنزل بيها كده في الحل تاخد الصدمة بنزل من ناحية الصدر كده والنار عندي عالية جدا بتاخد الصدمة اللون كده للمستفر ده من كل الاتجاهات طريق التشويح الفرخة دي التشويح اصلا بيكون نص استوى وفي نفس الوقت بتفرق جدا في الشربة الشربة بتطلع معي حلوة جدا وتقيلة ومركزة وطعمها حلو قوي هوريكم دلوقتي شكل الشربة هيكون عامل ازاي وطعمها والريحة بتكون احلى وبتفرق كتير جدا جربوا بالطريقة دي للفراخ سواء هتسقوا بيها حاجة او هتعملوا حاجة بالشربة بتفرق جدا في الطعم تاخد كده الصدمة كده بتبقى حلوة جدا وبعد ما خدت عندي التشويح من كل الاتجاهات هنزل عليها بقى بالمياه المغلية اهم حاجة تكون المياه مغلية ما تكونش برده بس كده انا مش محتاجة مياه اكتر من كده مش بكتر المياه انا عايز اخد شربة تكون مركزة وحلوة وبعد ما هتغلي هسيبها بقى على النار تاخد السواء بتاعها المظبوط كالمعتاد نروح بقى دلوقتي نشوف السلسة خلاص جهزت معي وده الكوامل اللي انا عايزاه تقيه لكده وحلوة ما تخليش الخلطة معي تنزل المياه خالص ومعي هنا دلوقتي نص كيلو من الرصد كوبايتين انا غسلته كويس جدا وصفيته ما نقعتوش خالص بس تغسلته كويس جدا ومعي هنا الخضرة حزمة من كل خضرة البقدونس والكسبرة والشبت وهقلبهم كويس مع بعض وبعد ما هقلبهم هبدأ بقى ان انا هضيف البهارات بتاعتي اللي هتدي بقى الطعم المظبوط ويكون كده التوابل حاسة بتعمها وريحتها كده بتكون مظبوطة جدا قلبتهم كويس مع بعض نضيف بقى دلوقتي البهارات واحدة واحدة مع بعض نصف معلقة صغيرة من الملح وعليهم نصف معلقة من الكمون وربع معلقة من النعناع المجفف ناعم وعليهم نصف معلقة من الفلفل الاصمر وهضيف عليهم نصف معلقة من البابريكا سواء حرة او بردة وعليهم هضيف معلقة كبيرة من الهاريسة اللي هي الفلفل الاحمر المفروغ واخر حاجة هحطها نصف معلقة من الكسبرة المطحونة وعليهم رشة من الجسط الطيب سأقلب بقى دلوقتي الخلطة وكده خلاص بتكون جهزة معي على الحشو على طول نشوف بقى دلوقتي مع بعض طريقة الحشو هتكون ازاي مبتدئين بقى مختربين لسه عرسان جدا الفيديو ده مناسب جدا لكم باخد ورقة ورقة كده على ايدي وبحط كمية الرزب وبلفها رول بالشكل ده وبشيل اي فضلات من الجناب سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص وطريق التقطيع الكرومبي كده يكون جاهز ان انا اخد ورقة ورقة وحشيها بتسهل جدا مضيعت الوقت وان انا كمان بخلص بسرعة وهواريكم دلوقتي لو مش بتعرفوا تمسكوه في ايديكم تقدروا ايدي تعملوه على البلانشا او تسندوه كده على اي حاجة وتحطوا كمية الرزد وتلف فيه طريقة دي بتاعت الكرومبي بزدات ما بتبقاش منجزة او في الوقت اللف على ايد طبعا بيكون اسهل بكتير زي ما انا خلصت بقية الكمية وانا حطت على ايدي خلاص كده خلصت بقية الكمية طبعا انا لو مش بصور هرص في الحلة على طول انا خليت الورق الاخدر على جنب لانه هحطه في النص بجيب كده الحلة عندي مفروض الحلة دي مش بتحطي لها اي قعدة من تحت لانها مش بتلزق بس اذا عندكم اي نوع بقى حلة تقدروا تعمله بقى الطريقة دي انا بحط تحت العروق بالشكل ده ويبدأ ان انا هرصت عليها المحش بتاعي بليت بحط المحش كده على القفلة بتاعته اخر قفلة لفيت فيها بحط عليها كده بالشكل ده وانا هرصته مظبوط عشان انا عايز اقلبه بس واخر حاجة جبت فلفل اللي هو الحامي وحشيت الاتنين دول انا بحب طعمهم وفي نفس الوقت بيدي روحة حلوة جدا للمحش وهو بيستوي وخلاص دلوقتي الفرخة استوت معي واخدت الشربة بتاعتها زي ما انتو شايفين كده الشربة تقيلة ومركزة جدا دي الكمية اللي طلعت معي بس من كل اللي حطيته مش محتاجة شربة اكتر من كده وهحط بقى كده واحدة واحدة بالكبشة مش باخد الحلة وبدلق عشان ممكن الورق يفك معي باخد كده بالكبشة وبوزدع واحدة واحدة هوريكم بقى دلوقتي ازاي الكمية المزبوطة اللي نحطها عشان يطلع معينا مستوي وحلوة جدا بس تنفلفل ما يكونش معجن كده على بعض حطيت الشربة عندي في نفس مستوى المحشي بالضبط لسه لما يغلي عن نار الشربة دي هديد كمان وهاجب كده معلقة من الزبدة قطعها على مكعبين كده نصتين يعني كل دي معلقة انا مقطعها كده قطع وحطها بس تديني طعم اقوى للمحشي ودي اختياري زبدة او سمنة وجبت طبق كده اتأكد ان هو مش هيتكسر لما يتحط على النار وغطيت بيه المحشي كده يمسك المحشي بس كده عشان ما يفكش من بعضه ودلوقتي هرفع الحلة على النار بعد ما سبتها خمس دقايق كده غليت بالشكل ده شايفين؟ هغطي عليها بقى ووطي عليها بعد تلت ساعة بالضبط تلعت بستوى المظبوط اللي هتشوفو دلوقتي عشرين دقيقة بالضبط وخدت استوى المظبوط جدا وان فلفلة شايفين؟ وطلع بقى مرصوصة ولا اي حاجة فكت خالص وكمان هقلبها وهوريكم دلوقتي شكلها هاخد الاول الفلفل هشيله علي جنب في طبق عشان ما يدراش مني كده تحت وبعد كده هحطه علي الوش هجيب الطبق بقى كده عندي وهقلب الحل شايفين بقى الجمال؟ مفيش احلى من كده ورحته روعة واستوى مظبوط جدا هاخد بقى العروق دي كده واشيلها مش محتاجها خالص هوريكم بقى كده لما حرك الطبق كمان مفلفل ومظبوط واستوى وطعمه حلو جدا وهحط كده الفلفل اللي عندي استوى على الوش شكل الطبق حلو وشكل التقديم حلو بيفرق جدا ان احنا نقدم حاجة بشكل حلو عشان عينينا برضو بتاكل قبل بقنا وحمرت الفراخ ورشت عليها الفلفل الاصمر وقدمت معامل وخية وطلع مظبوط جدا والخلطة حلوة قوي 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 وريحة البيت كده كانت كلها احلى محشي فصراحة جربوا المحشي على طريقتي وهيجابكوا جدا والبهارات مظبوطة الكرومب اللي عندي حجمها صغير زي ما انتوا شايفين تضيفوا عليها البهارات بنفس كمية الرز مفيش ولا ورقة بقت والطعم بقى حكاية يا جماعة ومنفلفل جدا من جوا مش هقولكم على الجمال شايفين كل واحدة بوحدتها مفيش روز دا عندي واقع اصلا في السرفيز خالص جربوا بطريقتي وبالفة هنا وشفة مقدما واستنوني في وصفة جديدة وحلقة جديدة من مطبخ فيروزي اشتركوا في القناة